تجديد فندق ريم بمدينة بني عباس بولاية بشار سيدخل ضمن إرادة الدولة في تنمية القطاع السياحي في الجزائر وتنويع واردات الدولة من العملة الصعبة هذا ما شدد عليه الرئيس المدير العام لسلسلة الأوراسية التي صار يتبع إلي الفندق العتيق الذي يجرى إعادة تهيئته هو فندق ريم ودخل في عملية ترميم منذ شهر مايه 2016 ونظن نحترم الأجل لأنه إن شاء الله في شهر جوان إن شاء الله تنتهي الأعمال الكبرى ويبقى غير الفينيشون حديث الرئيس المدير العام لسلسلة فندق الأوراسي لقناة شروق الإخبارية جاء على هامش دعم فندق الأوراسي لمبادرة خيرية لفائدة فئة المكفوفين في بشار التي قامت بها جمعية إيطالية يرأسها مغترب جزائري رفقة جمعية فورام ومنظمة زفير ياسف حيث طف الجميع على ورشة فندق الريب رانا موجودين في المدرجات هذه هذا شيء أضفناه جديد لأن في هذه المنطقة كان حفلات دينية كثيرة وخاصة حفلة المولود الشريف الناس يحبوا هذه المنطقة باش ما يبقاش الفندق مغلوق على سكان البلاد والمنطقة نعملوا لشاركوا الناس للبلاد هنا باش يجووا يقسموا الأوقات الأفرح مع السواح ونتمنوا بأن يكونوا كثيرين وباش يكون اندماج ما بين السواح ليزوروا البيت باش يتعرفوا على تقافتنا على تقاليدنا لطالما عبرت الحكومة عن إرادتها في تطوير السياحة في بلد تتواجد فيها الفصول الأربعة في اليوم الواحد وكل الإمكانية الطبيعية في انتظار تحول أحلام أول الخطوات إلى حقيقة فتح شفيق لشروق نيوز مدينة بني عباس ولاية بشار